حول الموضوع ضمننا من الرياضة الكاتب والمحلل السياسية سيد مونيف عماش الحربي أهل بك معنا سيد مونيف سنتحدث عن موضوع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الشق الذي تحدث فيه عن داعش وعن مقاله عن أن التحالف العربي الدولي عفوا قام أو تحقق 100% من أهدافه بتحرير 100% تقريبا من الأراضي التي كان يحتلها داعش بتعليقكم عن ما قاله الرئيس الأمريكي وأيضا عن معطيات على الأرض هل لا يزال هناك الكثير يجب القيام به فيما يخص ملف داعش أم أن الملف في طريقه إلى الانتواء هو يبدو أنه منذ صعود داعش في 2013 واضح أنه فيه انحصار بسبب التحالف الدولي بسبب تحجيم قدرات داعش بسبب أيضا تعطيل اللوجستيك والتموين من ناحية التسلح بالنسبة لداعش فكما ذكرها ترامب في خطابه في حالة الاتحاد أنه تم القضاء على ما يقارب 100% نحن نرى أنه منذ تقريبا 16 نشاط داعش شبه اختفى في العراق وبالذات في الموصل في سوريا في المناطق الأخرى فيبدو أنه نحن أمام مشهد غياب داعش التي بدأت 2013 قد تظهر لنا حركات متطرفة بأسماء أخرى مثل ما شهدنا صعود القاعدة من 1988 إلى تراجعها منذ 2013 ثم بدت داعش في 2013 إلى الآن قد يكون هناك غياب لداعش ولكن قد يكون هناك أيضا ظهور إلى حركات متطرفة جديدة بأسماء مختلفة بالنظر إلى المعطيات على الأرض بالنظر إلى ربما تاريخ داعش وكل المعلومات المتوفرة عن ربما ما ظل من داعش من قيادات من أفراد أيضا بالنظر إلى المعطيات على الأرض في المناطق التي كان يحترهها داعش هل تجدون أن هناك ربما قدر لداعش على العودة من جديد؟ هل يمكن أن نشهد ملف داعش من جديد على الساحة أم لا؟ بعد فشل داعش في الاحتفاظ بالموصل في العراق وانحصاله وخروجها وضح أن هذا التنظيم فقد الكثير من قدراته وإمكانياته فقد قدرته على العمل السري أيضا رغم أنه نذكر في 2017 واحدة من الاتفاقيات الخطيرة في المنطقة وهو خروج داعش بمساعدة حزب الله إلى العراق ومباركة النظام السوري أيضا ندرك أنه في بعض الأطراف الإقليمية تحاول أن تستفيد من ملف داعش لخدمة توجهاتها طهران تحاول أن تستفيد من داعش النظام السوري حزب الله في الصفقة المشبوهة في 2017 عندما أخرجت عناصر من داعش في أوتوبيسيات مكيفة وكأنها نوع من التحالف السري بين حزب الله وبين داعش ولكن نعرف أنه في أطراف إقليمية تحاول أن تستفيد من ملف داعش لتمرير أجندات سياسية ولكن كمشهد عام داعش تراجعت كثيرا مقارنة في بدايتها في 2013 نحن الآن أبو بكر البغدادي لم نعد نسمع عنه شيء لا ندري من هو القائد بالنسبة لداعش فهي تشبه أفول نجم القاعدة أيضا الذي بدأ منذ 2011-2012 طيب لكن المعركة لا تزال مستمرة ضد داعش يعني الشق الذي ستركز عليه المعركة في الفترة الحالية هل هو الشق ربما الإعلامي فيما يخص تجنيد أفراد جذود على طرق مواقع التواصل الاجتماعي الحرب على داعش ما الاتجاه الذي يجب أن تأخذه في الفترة الحالية الآن لو حللنا تكوين داعش خمسين بالمئة من العناصر المنظوية في داعش هي أتت من أوروبا ونسبة أيضا من العالم العربي أتت من شمال أفريقيا من مناطق شمال أفريقيا وبالتالي هناك تراجع وهناك محاولة لتحجيم تواجد مثل هذه العناصر في داعش ولكن هذه المكونات الرئيسية أيضا داعش مثل القاعدة تحاول أن تستخدم الإعلام حتى آخر رمق هي لا زالت ناشطة إعلاميا ناشطة عبر السوشال ميديا تحاول أن تجند ولكن الجزء الأكبر من داعش اختفى تحت ضربات التحالف الدولي أيضا تحت تراجع الكثير من الداعمين لداعش أيضا تراجع خطابه الكراهية والتطرف في الإعلام بشكل كبير بسبب التشريعات الجديدة سواء في العالم العربي أو في العالم في تراجع كبير ولكن لا زالت داعش موجودة لا زالت تحاول أن تجند عناصر ولكن المشهد اختلف عن 2013 أشكرك جزيلا ولكن كما ذكرت سابقا قد نشهد ظهور حركة جديدة ليس تحت مسمى داعش قد تكون تحت مسمى جديد مثل ما تحولت من القاعدة إلى داعش شكرا جزيلا لك الكاتب والمحل السياسي منيف عماش الحربي كنت معنا عبر القمار السنعي من الرياض شكرا على هذه المداخلة